اشتركوا في القناة الرخيص مش هيجيب تمنه والسؤال فين المسؤولين تعالوا مع بعض نشوف عنوان حلقتنا النهاردة شيوخ الكراهية وصناع الأمل طبعا المشاهدين هنكون في انتظار مشاركاتكم معنا لكن بعد ساعة تقريبا من الآن تعالوا نرحب بوحيد ونبدأ نشوف موضوعنا أهلا بك يا وحيد أهلا فدواء وأهلا بكل الأحبة المشاهدين في كل مكان رب يبارك حياة الجميع طيب خلينا نشوف عنوان الحلقة مين هم شيوخ الكراهية ومين هم صناع الأمل هو صناع الأمل المسلمون الذين يريدون أن يبدأوا في فهم التعايش مع الآخر من الناحية الإنسانية نعم وزي ما شايفين التكريم اللي حصل في دبي من حاكم دبي للدكتور مجدي عقوب كانت الأمور عادية وكان يمكن أن يفرح بها المسلم والمسيحي وكل ناس الموجودين في الشرق نعم لأن الحدث حدث جيد والمكرمون المسلمون والمكرم المسيحي فهذا أروع شيء للتعايش نعم وكان يمكن أن تكون يعني صورة جميلة جديدة لبداية فعلا تعايش في المنطقة لكن شيوخ الكراهية لازم يدخلوا في هذه الصورة يبوزوها بأي شكل من الأشكال كان يمكن أن تعدي ويفرح بها المسلم المسيحي رجل من المكان يكرم لا مشكلة نعم ولكن هناك من لا يرتاح لفكرة التعايش والسلام مع الآخر ويعتقد أن هذا يهز الإسلام أنك تعجب بشخص مسيحي غير مسلم فتنة فتنة المسلم يفتن بالكافر فهذا أمر غير جائز ويقف وراءه فقها كبيرا يعني هو ليس مجرد كلام فقها كبيرا يقف خلف هذا الأمر نعم ومن هنا أنا حابب يعني أشوف البلبل اللي حصلت في الفترة السابقة هي كان هل هذا شيء طبيعي لمجرد شخص يكرم لأنه ليس مسلم ليس مسلما كل هذه الضجة تقام من شيوخ الكراهية شيء غير طبيعي شيء يعني يندى له الجبين إنك أنت مستني إذا كنت هتعيد على المسيحي ولا لا فما بالك كمان تكرم أو تكرم صحيح هذا أمر يعني لسه لكن أنا بحي صناع الأمل في دبي وفي أي مكان يحاولون أن فعلا ينشر هذا الفكر التعايش مع الآخر وتقف دينك كيف سيهتز دينك لمجرد أنك يعني تحب أن تكرم شخص غير مسلم هذا هو موضوع حلقتنا وفيها طبعا الكلام عن يعني ما أثاره الشيخ عبدالله رجدي داء لب الموضوع بتاعنا طيب خلينا نبدأ خلينا نبدأ بداية بفيديو رقم واحد ونشوف التكريم بتاع الدكتور مجدي يعقوب في دبي نشوف فيديو رقم واحد ونرجع الفكتور مجدي يعقوب لقد تقرر من حكم وشاح محمد بالراشد للعمل الإنساني لما تشوف الناس الأمهات والأباء اللي داخلين هنا والناس اللي عمروا 20 سنة 35 سنة قالوا أنه بقلبي جايل الحزن اللي جايل هو داخل فيه حاجة مش معقول ألف مبروك للبروفيسور مجدي يعقوب تكريمنا مستحق بكل تأكيد كل ما تشتغل أكتر للمجتمع كل ما تحس واو أنا مستحقاً طيب دا كان التكريم اللي أثار حفيزة شيوخ الكراهية خلينا نشوف ناس مسلمين يؤمنون بالتعايش يؤمنون ب فكرة تكريم الآخر الغير مسلم خاصة إذا كان له دور في حياتك خلينا نشوف فيديو رقم اثنين ونرجع وأنا لي الشرف اليوم أن أساهم بشيء بسيط في بناء هذا المستشفى للدكتور مجدي يعقوب هذا الرجل الذي أنقذ حياة والدتي قبل عشر سنوات يامن هي صدفة قبل عشر سنوات أصيبت والدتي بحادث بقلب هاردتاك ونقلناها إلى لندن وجميع الأطباء قالوا لا توجد فرصة قضية وقت والدكتور كان في كان في إجازة أو في ما يشتغل في المستشفى والصدفة كان موجود وستطعنا أن نتحدث معه وكشف عليها وبعد أن كشف إجا وقال لي الأمل عشر في المية وأنا أذكر كنت واقفا فجلست على الأرض يقول لي والدتك أنت عشر في المية أمل وبعد دقيقتين ثلاثة قمت وقلت للدكتور توكل على الله والحمد لله ما زالتي عايشة اليوم فالشكر لله أولا وأخيرا ولك يا دكتور طيب أمثال هؤلاء هم الذين يدركون قيمة الخدمة التي يؤديها الدكتور مجد عقوب أو غير من الأطباء واحد لما يشوف أمه في حالة زي كده عشر في المية والرب يعني يعمل من خلال طبيب صحيح فبيشكر ربنا من أجل هذه النعمة كانت الأمور هكذا خلينا نشوف كمان فيديو رقم ثلاثة في شخص يعني يمتن بأن الدكتور مجد عقوب عمل معه عملية لما كان عمره اتناشر سنة خلينا نشوف فيديو رقم ثلاثة ونرجع مرة ثانية دكتور مجد عقوب أجرى لي عملية وكنت في الثانية عشر من عمري لم يسألني عن ديني ولا عن جنسيتي بدينا قصة نجاح دكتور مجد عقوب أجرى لي عملية وكنت في الثانية عشر من عمري لم يسألني عن ديني ولا عن جنسيتي بدينا قصة نجاح دكتور مجد عقوب أجرى لي عملية وكنت في الثانية عشر من عمري لم يسألني عن ديني ولا عن جنسيتي بدينا قصة نجاح لم يكن من الممكن أن الناس تبص فقط لقصة النجاح ونشكر الله على وجود طبيب رجل رجع إلى بلده عشان يخدم الناس يعني شيء غريب جدا على كل في صفحة الشيخ عبدالله رشدي أنا وجدت هذا التعليق من إيهاب نايف يقول طلب الدكتور مجدي عقوب أربع أشياء قبل تسجيل حوار لإحدى القنوات يقول للمزيعة يعني أرجوك لا تسأليني عن حياة الشخصية لا تناقشيني في أمور روحية أو دينية من فضلك لا تمدحيني لأني لا أحب المتح إطلاقا وليس الوقت مخصص لهذا من فضلك تحاوري معي عن العلم وعن المريض لأنهم أسيادي تحية إجلال واحترام لتواضعك ولخدمتك الإنسانية وليذهب من يكرهك إلى الجحيم أيضا وجدنا بعض المجلات يعني قدمت بعض في هذه المناسة بعض الكلمات الذهبية للدكتور مجدي عقوب أقوال من ذهب للسير مجدي عقوب هنا أنا أكبر لك كذا هذه الكلمات مش عايز أي حاجة أعرفها أروح بيها لما أموت والضيع عايز أعطي كل المعلومات للشباب والرجل لم يقصر الأوسمة لا تعطي شيئا للعلم أو الإنسان ولكن الذي يمنح السعادة الداخلية هو الوصول لاكتشاف جديد يؤثر في البشرية بأكملها ويسعد الملايين الكرامة الإنسانية أهم شيء بالنسبة للإنسان والعلم بإمكانه منح كل شيء على طبق من ذهب أتسابق أنا وابنتي على فعل الخير وتقديم الدعم للناس لما بشوفهم بيقوموا بالحاجات الدقيقة ويمكن أحسن مني بشعر بسعادة أطباء أعلمهم المهنة لما بيشوفهم بيقوموا بأشياء أحسن منه شوف المعلم لما يكون متضع الأستاذ البروفيسور لما يشوف تلاميذه أحسن منه ده بيورينا قلب هذا الرجل ثم أيضا كل ما بشتغل أكتر للمجتمع كل ما بحس أني مبسوط أكتر أنا هنا في الجنة ده رد عالمين على الناس اللي بيقولوا له أنت مش هتدخل الجنة فرد هذا الرد الرائع أنا هنا في الجنة بين المرضى وأرى ابتساماتهم بعد أن منحهم الله الأمل في الحياة بعد علاجهم حتى ما قال الله منحهم الأمل على إيدي مصابا وده الفكر بالمناسبة المسيحي أنك أنت هنا في الملكوت وبدأت الملكوت هنا ومن لم يبدأ الملكوت هنا مش هيعرف يكمل بعدين فهنا لأنه بيقولوا عن الجنة قال لهم خلاص أنا في الجنة اللي أنتوا بتتكلموا عنها أنا في الجنة وسط المرضى وسط هؤلاء الذين أقدم لهم ما أعرف كانت الأمور بهذه الطريقة أنا دلوقتي بنتقل للجزء الآخر يعني هؤلاء هم صناع الأمل هؤلاء الذين يؤمنون بصناعة الأمل أنتقل فأقول أي شيخ بيشرح الإسلام من حقه أن يقول إن الجنة للمسلمين فقط ده معتقد وده شيء ما يزعلش حد أبدا من حق الشيخ رجدي وغيره لما يتكلموا يقولوا الجنة ما فيش حد حيدخلها غير المسلم اللي قال الشهدتين لكن هل ده هو اللي حصل؟ هل ده هو السياق القضية بتاعتنا؟ وخلينا نبدأ ندي فكرة للمشاهدين عن الفتنة بالكفار أو عكتفتن بالكافر وإزا هي خطر على الإسلام والمسلمين؟ وأنا أقول محنة الإسلاميين وهنا أنا أفرق حتى لو ما عجبكم التسمية أفرق بين المسلم والإسلامي فالمسلم هو المسلم العادي الإسلامي هو اللي الدخل وقرأ ويريد أن يطبق هذا الإسلام إسلاميا على المجتمعات والثقافة الإسلامية أيضا فمحنة هؤلاء الإسلاميين حينما يجدوا نجاح شخص غير مسلم فخلينا نشوف فيديو ورقم أربع ركزوا اسمعوا ونرجع مرة أخرى فلا يجد الإنسان يعجب بما عند الكفار ويقول هذولهم اللي على الحق ولولا أنهم على حق ما توصلوا إلى هذه المخترعات أنا يا أخي من الاستدراج لهم فلا تعجبك زهرة الدنيا التي في أيديهم لأنها استدراج لهم هذا شيء في القرآن مذكور في القرآن نهى الله نبيا أن يعجب بما عند الكفار ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يغتر بما يوجد لدى بعض أو عدد من الكفار من أخلاق وأداب لا يغتر بذلك وإذا أراد أن ينظر إلى الأخلاق ويتعلم الأخلاق لا ينظر إلى أولئك نقول ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن وجود هذه الأشياء التي تكون في نفس الإنسان من جهة الميل وكذلك الإعجاب الذي يكون في نفس الإنسان الله عز وجل أراد الضبط هذا الأمر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِمُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى وهذا البيان أن الله عز وجل قد جعل العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبك يعني ولو وجدت في قلبك شيء من الانبهار وشيء من العجب فيه وذلك لأنه ظالم مع الله سبحانه وتعالى في حق الله إن من أخطر ما يكون على الأمة الإعجاب بحياة الكفار أن يسير شبابنا أن يصير شبابنا معجبين بتقدم وحياتي وطريقة ومنهج الكفار في الحياة هذا خطر على الإسلام إن أعظم المناهج ويجب وجوبا شرعيا أن تعتقد ذلك أن منهج الإسلام هو منهج الحق الوحيد على ظهر الأرض اليوم وأن منهج الإسلام هو منهج الحق الوحيد الذي يجب تصفيقه واتباعه والحياة به أن منهج الإسلام وعقيدة الإسلام وشريعة الإسلام هي الحق الوحيد الذي يجب عليك أن تتعامل به وأن تعجب به وأن تتمناه وأن تشتهيه وأن تدعو إليه وأن تعمل به وأن تبثه وأن تقاتل من أجله كما ترون فلم يخطئ هؤلاء شيوخ الكراهية فخلفهم فقه كبير يقف في هذا الأمر في هذا الإطار دخل الشيخ سامح عبد الحميد وكتب بعض الكلام الجنة للمسلمين فقط ده كلام يزاعي الشيحات لكن راح كاتب إيه ولن ينفع مجد يعقوب أعمال الخير للخروج من النار لا هنا أنت بقى ما بتشرحش إسلام أنت بتحاول تلهي الناس وتتشفى بشكل ما في شخص معين بذاته يتم تكريمه الآن صحيح أنت بتشرح إسلامك الجنة للمسلمين فقط حقك ما في مشكلة لكن لما تقول ولن ينفع الدكتور مجد يعقوب بأعمال الخير والخروج من النار دخلت النار يعني في هذا الإطار كان قبل ذلك الشيخ عاصم عبد الماجد أيضا كتب هذا الكلام الملعون مجد يعقوب كان لا يجري أي جراحات قلب ولا حتى لوز يا راجل طب خليها لوز يعني مشيها لوز هتفرق معاك يعني أنت شايف يعني مع أنه لوز يعني شيء مش سهل يعني ويحتاج طيب وعلم وفن برضو لكن يعني أقل وطأة من القلب يعني حتى لوز يعني حتى الكزبة والحقد بيشي لكم في اتجاه بعيد جدا عن حتى مجرد تعطوا فرصة للآخر ليصدقكم ثم يكمل طبعا بعد ما قال الملعون مجد يعقوب لا كان لا يجري أي جراحات قلب ولا حتى لوز لأن يديه ترتعشان من الشيخوخة أطباء يهود هم الذين يقومون بالجراحات في مستشفى أسوان شوف الضرب يعني في مستشفى أسوان في أطباء يهود أنا ما عرفش طبعا يعني كيف تقبل المصريون هذا الكلام يعني أنه هو في يهود في مصر أطباء كمان بيقوموا بعمليات ما في حد رد عليه على كله يكمل كلام ويقول معلومة قالها لي طبيب أسواني ثقة منذ تسع عوام هو أنت بتنقل حديث ثقة فلان عن فلان ثقة بس مدلس زي ما عندك بعض الناس الرواي يعني ثقة بس مدلسين فكمان بنشوف الشيخ والداعية العبقري وجدي غنيم وهو بيدله بيدله مجدي عقوب أنت كافر وكل اللي بتعمله مالوش لزمة في هذا الإطار اللي تقال قبل واللي تقال في المناسبة دية جاء الشيخ عبدالله رجدي ليدله بدلوه فماذا كتب؟ كتب العمل الدنيوي مادام ليس صادرا عن الإيمان بالله ورسوله فقيمته الدنيوية بحدة تستحق الشكر والسناء والتبجيل منا نحن البشر في الدنيا فقط لكن لا وزن له يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ومن السفاهة أن تطلب شهادة بقبول عملك في الآخرة من دين لا تؤمن به أصلا في الدنيا ولا أدري لماذا يغضب الملحدون من تقريرنا لعقاء ديننا التي لن تضرهم في الدنيا ولن تنفعهم في الآخرة هذا الكلام في هذا السياق لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرئته خالص إما أن تكون شجاع وتقول نعم أنا أقصد أن عمل الدكتور مجدي عقوب أرضي وجيد لكنه لا ينفعه في الآخرة إما أن تكون شجاعا وتعترف وإما أن لا تكتب فماذا حدث؟ الذي حدث بعد ذلك أن تم إيقافه وكتبه هذا المنشور صدر قرار من وزارة الأوقاف بوقف عن العمل الدعوي وإحالة للتحقيق كما حدث من قبل واضح أنك عملت أشياء قبل كده المهم أنني علمت بالقرار من صفحة الصحفي محمد الباز والذي نشر الخبر قبل نشره على موقع الوزارة الرسمي بثلاث دقائق ثم يقول ثابت عن نفسه يعني ثابت على مبادئه وكلماته وسأبقى بها صاضحا ما دمت حيا إن شاء الله هنشوف ثم هذا المنشور يقول لا يقبل الله يوم القيامة العمل الصالح مع المعتقد الفاسد الكفر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا البوست الثاني أو التعليق الثاني ده لا يقبل الله يوم القيامة العمل الصالح مع المعتقد الفاسد وقدمنا إلى ما عملوا تعليق تحديدا المعتقد الفاسد التعليق الثاني ده انت شلت من صفحتك ورجعته لما لقيت في ناس تانية مصورة ومحتفظة بي ليك في صفحتهم رحت مضطر إنك ترجع تاني لما أظهروه عندهم يا ترى ليه مش بتقول إنك بتصدح بالحق خفت ليه وشلت الحق اللي بتصدح بيه ثانيا انت كاتب فيه لا يقبل يوم القيامة العمل الصالح مع المعتقد الفاسد وانت اخترت كلمة معتقد فاسد بقصد لأنها هي الكلمة اللي اختارها الشيخ سالم عبدالجليل وقال إن عقيدة المسيحيين عقيدة فاسدة فانت اخترت الكلمة دي بالذات وكتبتها خاصة إنها نفس العبارة اللي انت تشددت فيها للشيخ سالم وساندت فيها وأيتها فبكل بساطة ودون أي مسئولية بتكتبها في الصفحة عندك وانت عارف إنها تجالت عن عقيدة المسيحيين وشاركت في دعمها فكيف تكتبها في صفحتك؟ وده يعني إنك أنت بتتحدى المجتمع وبتتحدى الدولة وبترجع تعيد تاني نفس الكلمة اللي حصلت بيها مشكلة قبل كده وانت فيها بصراحة تجديد الخطاب الديني واضح إن الأزهر عامل جهده فعلا جهد بس بالعكس لأنه بين فترة والتانية بيصدر لنا رجال وخري جيه للواجهة لإهانة المواطنين المصريين المسيحيين وإهانة كافة المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط اللي بيتكلموا بفهموا عربي سؤال لحضرتك يا شيخ هو أنت كده بتشرح الإسلام ولا بتتعدى على المواطنين المسيحيين في نفس الوطن قول الجنة للمسلمين فقط حقك قول ما فيش حد غيركم أنتو يا مسلمين حيدخل الجنة ممتاز جدا لكن تلمح بعقيدة الآخر إنها عقيدة فاسدة خاصة كلمة فاسدة اللي تقالت قبل كده وعملت مشكلة وإنت كنت طرف مشارك فيها سؤال هل تقبل أن المسيحي اللي عايش معك في مصر يقول لك إنه عقيدتك فاسدة مش برضو من حقه يقول لك كده ولا مش من حقه هو ده تجديد الخطاب الديني مرة تانية حابب أسألك هل يحق للمواطن المسيحي أن يقول لك يا شيخ عبد الله إن عقيدتك فاسدة أكيد هتقول لي لا لا طبعا ده معناه إنه ده حق متاح فقط في مصر للمسلم وأنا بقول للمسلم اتعلم مرة واحدة حط نفسك مكان الآخر وتخيل وإنت بتسمع الكلام ده من مواطن معك في نفس البلد عن عقيدتك إنها فاسدة والدولة لا بتحاسبه ولا أزهر يحاسبه ولا مسجد ده ممكن وإنت في بيتك تسمع شيخ المسجد اللي جنبك بيجتمكه بيدي عليك ولو إنت تكلمت يتحول الموضوع بقدرة قادر ضدك فأي كلام بعد كده ممكن يكون عن المواطنة وإنت بتدي لنفسك حق تمنعه بالقوة عن مصري تاني زيك لمجرد إنه مسيحي فإزاي الشيخ عبد الله الأزهري والذي يلمح أنه يمثل الأزهر واللي منتظر منه تهزيب الأفكار أن يكتبها في صفحته تاني وتالت وهي معروفة جدا إنها موجهة للمسيحيين اللي عايش معهم في نفس الوطن وعادي تكتبها في صفحتك إنها عقيدة فاسدة والأحباء المسلمين يصفوا قليك مش كلهم هنشوف ناس راف ضلده بعد شوية لكن يبقى ما فيش كلام عن المواطنة في بلد ليس فيه قانون يعاقب المخطئين فالبلد الذي ليس فيه مواطنة متكافئة هو البلد الذي ليس فيه سيادة للقانون نعرف أن في مصر فيه قانون إزدراء الأديان ولكن للأسف هو يعمل في اتجاه واحد فقط لصالح الإسلام فهل دا بلد لا تراعى فيه حقوق كافة مواطني؟ فلا تتكلم عن المواطنة قبل لتطبيق القانون سواسية على الجميع وأقول ما يزال للمصريين أمل من كافة أطياف الشعب مسلمين مسيحيين فالأغلبية تتطلع لدولة المواطنة وسيادة القانون فلا تفوت الفرصة ولكن حاليا الكلام عن المواطنة بلا واقع معاش ملموس لا قيمة له الناس ملت من الكلام دا لأنه لما يكون فيه كلام غير مسؤول زي ده كل شوية وبلا حساب يبقى هناك سؤال لماذا؟ ومين المستفيد؟ والصالح مين؟ وهناك من يسأل أيضا لماذا يظل البعض بلا حساب؟ وفي الآخر من اللي بيدفع التمن؟ هالمسيحيون لأن كلامك دا يا شيخ عبد الله هو اللي أنتج داعش وأنتج من يجاهد ويجدها سهلة ليفجر كنيسة أو ليقتل قسا في الطريق زي ما حصل في مصر ليه؟ أصل الشيخ الأزهري عبد الله رشدي واللي زيو بيقولوا لنا إن عقيدة فاسدة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله المسيحي هو المتضرر من هكذا بطولات زائفة وهو الذي يعاني وهو الذي يدفع الثمن بدمه ثاني المسئولية على الأقل الأدبية حتى تجاه وطن ينزف ويلملم أطرافه وإنت بكلام غير مسئول تزرح حقد وكراهية ولما تلاقي فيه ناس ضدك تغير كلامك وحنوه بعد شوية عن حادثة لك قبل ذلك لما لقيت الموج عالي عليك غيرت كلامك زي ما بتحاول تعمل دلوقتي وتحاول تقول إنك بريء وإنها مجرد أوهام عند بعض الإعلاميين وهلوسة أنت مش مسؤول عنها يا راجل اثبت أين الحق الذي تصدح به ده في مسلمين لم يتركوا لك أي فرصة للهروب في هذا الاتجاه أنا دخلت صفحتك علشان أشوف رأي المسلمين فيه اللي انت كتبته وبصراحة فاجأني عدد كبير من الأحباء المسلمين وهم بيأكدوا أنك أنت قاصد الدكتور مجدي عقوب أخذت عينة من تعليقاتهم لأقرأها هنا اليوم وبوابتها في أبواب عينات من كل رد أكد صاحبه أنك قاصد أثناء تكريم الدكتور مجدي عقوب أنك ترمي كلامك أن عمله ملوش قيمة يوم القيامة وأنا سألت نفسي هل كان يقدر الشيخ عبدالله رجدي أنه يقول مثلا اليوم يكرم عالم مصري ونحن نسعد بذلك وفخورين بأنه ابن بلدنا وسألت نفسي تاني هل فاقد الشيء لا يعطيه تنطبق هنا المهم خلينا في المسلمين اللي فهموا قيمة التكريم وفرحوا به ورفضوا كلامك في صفحتك وكنت حريص أني أخذ من صفحتك كلام المسلمين فقط وحأبدأ بالخفيف أولا لو عندك أي تعليق قبل أن أبدأ في عرض ما قاله المسلمون لا خلينا نأخذ الكلام طيب خليني أبدأ مباشرة بالناس اللي رفضوا مبدأ أنه يتكلم في الموضوع أساسا واحد اسمه خطاب بيتحك وبيقول مجدي عقوب عامل جلبان على العموم كلامك لا يقدم ولا يأخر والقافل لا تسير هذا من صفحتك يا دكتور عبد الله الشيخ عبد الله هنا مروة عبد الله بتقول وهو مين اللي نصبنا نحكم على الناس مين يدخل الجنة ومين يدخل النار أنا متابعة لحضرتك جدا وأول مرة أتصدم من بوست بالشكل ده كان ظني فيك أنك بعيد كل البعد عن التطرق لأمر مهين نفسيا بالشكل ده وأن محور حوارات حضرتك عن إزاي نتحلى بأخلاق الإسلام وهي دي القضية الجوهرية إنما بوعست لأتمم مكارم الأخلاق محمد شم شميس بيقول يا تقول كلمة حلوة في حق الدكتور مجدي عقوب يا تسكت خالص وارحم نفسك شوية ده كله من صفحتك محمد بيقول لو أنت صادق مع نفسك يا دكتور عبد الله والنوايا يعلمها رب العالمين راجع نفسك هل كلامك ده في النقطة دي بالذات غير أو هيغير شيء بالطبع لا فالسكوت أفضل لأن الكلام ده يعرض للفتنة والضغينة بين الناس وده مش مطلوب وليس في صالح بلدنا وتحياتي لشخصك الكريم يعني الناس فهمة أنه ده مش صالح البلد غريب أن الناس فهموا حضرتك لا رودي عرفة بتقول وإيه الداعي إنك تتكلم أساسا على كذا دكتور مجدي عقوب إنسان بكل ما في الكلمة من معنى ومهما تم تكريمه فلم ولن يجاز قدره أما عن حسابه أو عقابه ده شيء بينه وبين الله وحده أيضا في هذا الإطار حسنا بتقول مجدي عقوب رمز الإنسانية والإحترام والذوق لكنك تفقد بعض أدوات أنا آسف للكلمة دي هي كتبتها الذوق في التكلم عليه لأن مجدي عقوب رمز الإنسانية والإحترام آسفة وده واحد حط لك الصورة دي برضوها محمد شميس ويقول لك هذه الصورة تكفي ويقسم ودهو الأطفال بيكشفوا على قلب الدكتور مجدي يعقوب دي كان عينة أخذتها من كثير ناس في صفحتك يا شيخ عبد الله دلوقتي أنتقل إلى مجموعة أخرى عندك أي تعليق نتفضل لا بعد ما تخلصها مجموعة أخرى بيقولوله أصلا الوقت غير مناسب يعني الناس دول لا شيوخ ولا هم ما دخلوا أزهر ولا بيشتغلوا في الدعوة ولا بيقفوا على منابر وعارفين يقيموا التوقيت والشيخ عبد الله مش فاهم التوقيت ده خالص خلينا نشوف هذه العينة في صفحة الشيخ عبد الله روج دي مصطفى بيقول كلام غير مسؤول تماما وليس له أي لزمة حاليا فضلتك مع كامل الاحترام ممكن تتجنب الرد على الأسئلة اللي زي دي أصلا ما كانش فيه سؤال بارك الله في عمر الدكتور مجدي عقوب وجزاه عن ربه عند ربه في الآخرة محمد لكن كلامك يا دكتور في التوقيت ده لازم أي عاقل أي عاقل معقول؟ الناس بتقول أي عاقل والدكتور مش فاهم؟ نعم مش معقول؟ يعني يربط بين كلامك وتكريم الدكتور مجدي عقوب الخطأ في التوقيت ممكن لو كنت قلت الكلام ده في غير وقته كان قوبل بترحيب أمل بتقول بس البوست ما كانش في وقته والجميع فهمه على أنه على الدكتور مجدي وحضرتك عارف أنهم يتصيدوا لك في هذا المعنى ما احترامي وتقديري لك فقد أخطأت التوقيت محمد كلام مفهوم لكن مالوش لازمة وصدوره في الوقت ده بيطرح أسئلة عن الأسباب ربنا اللي بيحاسب لكن أعماله الإنسانية أكيد مشكورة أكرم علي بيقول أنت في أشد احتياج أن تعتكف وتجاور في أحد المساجد وأرشح لك مسجد الحسين أو الجامع الأزهر وأن تقوم على الخدمة في المسجد وغسل المراحيد كما يفعل كبار المشايخ لرياضة النفس حتى يتأني لك الإدراك صالح النواية لا تكفي والجهد على قدر البلاغ طبعا ده النوع موجود في الأديان كلها وهو الإتضاء عن الإنسان يمارس أعمال يعني تخليه يفهم ويتضع نعم في هذا الإطار أيضا الدكتورة مروة بتقول له يا دكتور كلنا عارفين أن العمل بعقيدة فاسدة لا يقبل والأغلب فاهم دينه كويس الحمد لله وحضرتك بتوضح نقاط كثيرة بنستفاد منها جدا إنما الكلام ده في التوقيت ده اسقاط على الدكتور مجدي عقوب وإن كان محدش تطرق لفكرة دخول الجنة أو لا فكان الأفضل تجنب الجدل ده كله أحمد بصراحة توقيت البوست غير موفق بالمرة ومالوش لزمة كل فترة تحصل فارجع زي دي خصوصا أن كل الأطراف عارفة وحافظة الكلام ده أنت ما جبتش جديد يعني مروة بتقول له كنت حضرتك اخترت توقيت آخر ما حدث خلاف لكن حديثك الآن أعطى انطباعا أنك تكون بإسقاط معين على شخص سبعينه لكل مقام مقال يا دكتور الناس فهم والشيخ عبد الله مش فاهم يعني الناس المسلمين اللي بيكتبوه لك يقولوا لك لكل مقام مقال هم فهمين التوقيت وانت مش فاهم ولا انت قاصد خليك شجاع هشام أنا الصراحة افتكرتك مش كاتب الكلام ده المهم اني بحبك بس للأسف المفروض ان المسلم كيس فطن يعني اختيار الوقت والمواضيع محتاجة تركيز شوية لانك عملت فتنة كبيرة ووجب عليك الاعتذار لو انت جيت لا قدر الله تحت ايده في عملية مش هيقول لا لانك مش مؤمن بعقيدته اخطأت في اختيار وقت الموضوع يا شيخ ايضا عمر يقول بصراحة انا ما كملتش مقال حضرتك بس كل اللي شدني انت رايح ليه في السكة دي واش معنى دلوقت بتطرح مواضيع زي كده هي دون هل ديننا الاسلامي قال لك اعمل كده ولا هو اي حد عايز يبقى مشهور ومعروف يطرح مواضيع زي دي وارضاع الكبير وغيرها من مواضيع عليها جدل ربنا يهدينا جميعا فضيلة الشيخ ايضا رشدان بيقول بكل صراحة انت غير موفق وهذه مش اول مرة تثير الجدل في مواضيع ناس كل شغلهم كلام وتجريح بتشغلوا كتاب الله على حسب الهوى كل دول لفتوا نظري لا دخلوا ازهر زي ما قلت ولا اشتغلوا بدعوة ولا رجال دين ومع ذلك كلهم عندهم احساس بالسياق بالوقت الذي اختاره الشيخ عبدالله انه وقت خاطئ ومقصود وفيه اسقاط في الوقت اللي فيه بيكرم الدكتور مجدي يعقوب هل الناس دي كلها فاهمة وعندها فاهم لطبيعة التوقيت وانت ما كنتشو اخد بالك ولا الحقيقة انك قاصد عندك اي تعليق عشان اشوف اخرين هو ايه الفرصة بتاعته امتى هو الشيخ عبدالله رشديم هي دي فرصته دي الفرصة ان واحد بيكرم فلازم يطلع اللي جواه الناس دي طلعت اللي جواها ما فيش حقد جواها فرفضت الكلام هو لا مش كده هو عنده حقد فعايز يطلعه دي الفرصة جات انه يطلع بس انا يعني دكتور مجد يعقوب اعماله مش هتفيده مش هتدخله الجنة وهو لو ما عملش هي نتيجة واحدة صحيح مش حيفيده حاجة وإيمانه حتى مش حيفيده ومش حيدخله الجنة صحيح مين المستفيد من اعمال دكتور مجد يعقوب مين المستفيد صحيح الناس العادية مسلمين ومسيحيين صحيح انت النهاردة اللي انت بتمنعه يعني انا افترضت مثلا الدكتور مجد يعقوب يعني خد قرار بصوا يا جماعة أنا هستقيل مش هعالج حد هفترض الخسرانين المسلمين مثلا جزء من الناس الخسران هم المسلمين ده هيفرح الشيخ عبدالله رجدي هيفرح البشوات اللي كل واحد قاعد فين حاطت رجل على رجل وبيأكل من المكان اللي هو فيه هو على كل الأحوال احنا أنا زي ما يعني ذكرت أنا عجبني تغيير الفكر لدى المسلمين الكلام ده من عشرين سنة ثلاثين سنة كان شوية صعب لكن دلوقتي فيه فيه تنوير في عدد من المسلمين قالوا لا هذا الكلام مرفوض نعم انت أصلا ما تتكلم في الموضوع ده وإحنا لسه فيه ناس هتجدوا الكلام أصعب أنا بديت بالخفيف وماشي للأصعب طيب بس أنا عايز أقدم داعية آخر فاهم التوقيت ما تكلمش عن الموضوع ده تحديده يتكلم بصورة عامة أنه لازم متى وماذا وكيف ماذا تقول كيف تقول متى تقول خلينا نشوف فيديو رقم خمسة ونرجع مرة أخرى جونسي واتمل في أعظم مرافعة فلسفية واجتماعية عن الحرية عن الحرية ماذا كتب يقول كتب يقول طبعا كلام هذي يسموه حرية الاسبيتش أو الاسبريشن يعني التعبير والرأي لوين ممكن أن أتكلم لوين في أي حدود مش المشكلة تتكلم ماذا تتكلم وكيف تتكلم وفي أي سياق في أي ظرف في أي ظرف افهموا شو من الناس الفهمانه هذا من ضمن حرية التعبير فلسفة حرية التعبير والحرية العلمية والمعرفية يقول لك قال لما واحد يقول إن تجار الظرة هذا ميل أبو الحرية الليبرالية إن تجار الظرة يستغلون عرق ودماء الفلاحين قال طبيعي لما محام يقول كلام هذا أو صحفي أو كاتب هذا حقيقة فأبل قال ما فيش مشكلة هذا كلام صحيح ينفع تقول إيش يقول بالعاد اسمعوا قالوا ولكن حين يأتي أحدهم في جمهرة من الفلاحين الغضاب فلاحين الغطبانين رفعين الشومة ورفعين لحجار ويمكن السكاكي والخنو المطاوي وقدام مين قدام قصر أو فيلا لأحد هي تجار الظرة ونريد العدالة ونريد العدالة رزقنا دماءنا دموعنا ويجيهم واحد يقول لهم نعم صحفي أو علم دين أهبلة إن تجار الظرة يأكلون دموع الفلاحين ودماءهم يجي يقول هذا محرض على القتل هذا ليس حرية التعبير ما تقول ليس حرية التعبير وهذا حقيقة واضح؟ شوف الناس الأذكية يا أخي شوف يتعلموا الذكية من الناس اللي بتفهموا ممتاز رائع جدا يبقى فيه توقيت مهم جدا إنه الناس تخلي بالها منه طبعا أنا عارف إنه عدد ضخم جدا من المسلمين شجعوا الدكتور في صفحته شجعوا الشيخ عبد الله ممتاز أنت ما قلتش حاجة أنت ما غلطتش نعم دول ما بيلفتوا نظري طبيعي إنهم انصف أخاك ظالما أو مظلوما نعم لكن اللي لفت نظري المسلمين المسلمون الذين قالوا له لا نعم فإننا أدخل صفحة الشيخ عبد الله وألاقي ناس مسلمين بيأيدوه كسر ده شيء طبيعي طبيعي صحيح لكن الغير طبيعي إنه المسلمين يقولوا لك لا أنت غلطان هم دول اللي أنا أخذت بقى جزء من كلامهم عشان الناس تكون فاهمة منا هشام بتقول الكلام ده ما كانش وقته خالص وما كانش هيتفسر غير كده أنت أكيد فاهم ده كان لازم تعمل حساب لكده يعني نسيب كل اللعاء الراجل بيعمله ونتكلم فيها يدخل الجنة ولا النار أخطأت في توقيت الكلام حتى لو كانت نيتها غير كده عزرا شيخي حسان أنا على غير رأيك وإن كان صحيح ليس الوقت المناسب لقول هذا وإن أردت ما كان من الضروري أن تستشد به فتقول ما تشاء ولكن بدون مثال وهذا بالأخص لأن رجل محترم ويفدي نفسه إلى آخره هاني عبد الوهاب يا راجل ده لو عيل صغير مش هيختار التوقيت ده دون مسلمين بيقولوا للشيخ عبد الله الكلام ده يا راجل ده لو عيل صغير مش هيختار التوقيت ده أنا آسف ده الكلام الموجود في صفحتك علشان يقول رأيه زي ما انت عملت كده بلاش تستخف بعقول الناس خليك شجاع قلت قول أيوانا قاصد ما تغيرش كلامك أنا عنديش مشكلة لكن أنا كنت أريد أن تظل تصدح بالحق ولا تغير كلامك ويرد تعترف بخطأك بيقول لك هنا الأخاني عبد الوهاب وخطأك هنا ليس من الناحية الشرعية ولكن من ناحية التوقيت خالد فادي بيقوله لما في ولما في هذا التوقيت تتكلم عن هذا الموضوع يا مولانا هناك قاعدة تقول من عرض نفسه للشبهات فلا يلومن من أسأ الظن به وأنتم أعلم مني بذلك يعني يقول انت اللي عرضت نفسك لكذا سليمان أحمد أنا قريت البوست على صفحتك مش على اليوم السابع ومع ذلك فهمت أنك تقصد دكتور مجد يعقوب دي فئة جديدة الفئة اللي بتواجهه بتقوله انت قاصد وإحنا عارفين أنك انت قاصد البوست ده لا معاده ولا ده وقته يا أستاذ عبد الله يمكن ده أسوأ بوست ليك على الإطلاق من ساعة اشتراكي في صفحتك محمد صبري للأسف كلامك في التوقيت ده بالذات مع كل تضامن الجمعة الكثيرة والتفافها حول شخصية الرجل العظيم ده يثبت مليون في المئة أنك تقصد تقصده تحديدا وكلنا شفنا البوست على صفحتك مش على أخبار اليوم السابع للأسف ده أسوأ منشور لك على الإطلاق علي سالم علي يقول يا دكتورنا الفاضل نشكرك للكلام في نشرك للكلام في لحظة تسلم الدكتور مجدي عقوب وسام صانع الأمل وتحدث السوشيال ميديا عنه الراجل مسيحي العقيدة أكبر دليل أن كلامك موجه وإن لم تذكر أسماء واللبيب بالإشارة يفهموا دول برضو صحفيين دول ناس عنديهم هلاوس دول ناس في صفحتك بيقولوا لك مش هتقدر تستغفلنا إحنا فهمين كلامك وإنت تقصد مين أكمل بدور بتقوله ولماذا تكلمت في هذا التوقيت الذي يشهد مظاهرة حب للدكتور مجدي لا قيمة على حد رأيك لأنشتاين وغيره هو رح رد عليها الشيخ عبد الله بيقول له ايه أتكلم كما أشاء المهم لا يتم حمل كلامي على محامل خاصة لأغراط تصفية حسابات فين تصفية حسابات وإزاي تتكلم زي ما أنت عاوز مين قال ده اسمه حرية سمعت دلوقتي الدكتور عدنان لك لا الشاطر متى وكيف يتكلم وفي أي سياق وأي إنسان مات كافر فعمل يوم القيامة لا وزن له ماشي بس التوقيت بتاعه غلط كلامك في الوقت ده ده رحاب دخلت في الخط بتقوله مالوش غير المعنى ده يا دكتور وده شيء يدعو للاستياء الشديد من ترك أهمية العمل الإنساني والحفاظ على حياة الألاف والكلام على مين يدخل الجنة والنار وهو شيء في علم الله وحده ونحن جميعنا جميعا عقولنا أقصر وأعجز من فهم حكمة الله في أمر غيبي سر حسن بتقول ما كلنا عارفين إلا حضرتك بتقوله ده بس ليه في التوقيت ده بالذات أحمد اللي مخلي ناس تضايق كده يا دكتور هو توقيت البوست ومحتوى متناسب جدا مع حفل التكريم الدكتور مجد يعقوب وزي ما يكون هو المقصود عصفورين بحجر الناس فهمة معرفتش تستخفل كل المسلمين السيد أبو المجد بيقول لماذا تكلمت في هذا التوقيت وحضرتك عارف أن كل السوشيال ميديا بتؤيد الدكتور وأنا معهم ولو المقصود عمل بلبلة وصداع وشو منك إعلامي وأنا وأيد الرأي ده لأنه محدش يتكلم لا عن جنة ولا عن نار الكلام اجتهاد الدكتور ومسيرته العلمية أنت بأسلوبك فتحت الدنيا عليك حسام حسام التوقيت يا دكتور اللي تكلمت فيه خلك كله يتيقن أن قصدك على الدكتور مجدي وحضرتك كنت زكي في الموضوع ده الأخ شريف كلامك واضح ما معنى في الوقت ده ربنا فتح عليك بالكلمتين اللي فاتوا يا شيخ احترم العقول يعني احترم العقول واعترف قول أيوة نقاصه هنا واحد اسمه محمد سيد بيحط كلام دار الإفتاء ومنعك من الخطابة بيقول عن كلام دار الإفتاء هو ده الكلام الجميل وما حدش هيدخل القبر مع حد ومش وقته خالص اللي انت بتقوله ده وأنا شايف إنك قاصد دكتور مجدي وانت حر طبعا بس انت اللي في النازل كده على فكرة أنا أزهري ده واحد أزهري بيقوله انت قاصد بتقول الصحفيين عندهم هلوسة طيب دول اللي في صفحتك صحفيين برضو وعندهم هلاوس وبيشوفوا أي شيء ولا فيهموا كلامك جدا يعني انت بتقول أنا ما عنديش مشكلة والقاضي حينصفني القاضي بس يشوف صفحتك مش محتاج يشوف شيء آخر ويشوف المسلمين اللي فهموا روح يمسح بقى الصفحة بتاعتك ويمسح الكلام الموجود بالمناسبة حضرتك مش لازم تقول اسم حد مجرد انك تلقح زي ما تقوله في مصر الكلام الناس فهمه يكفي انك يعني ترمي كلام والمسلمين حكموا المسلمون حكموا عليك لأنهم فهموا انه قصدك على الدكتور مجدي يعقوب يعني أنا لو قلت دلوقتي مين اللي بيقول عقيدة فاسدة تفتكر الناس هتشاور على مين على الدكتور الأزهري سالم عبدالجليب وعلى الشيخ الأزهري عبدالله الرجدي صحيح الشاطر بألف العلاج صعب افتقرت للحكم اللي الحنكة المعروف بيها مش هقول لك غير أعانك الله دكتور مجدي يعقوب شرف لكل مصري والدين لله وهذا ما تقر انت بنفسك مش فق عليك جدا موقفك غاية في الصعوبة علي الشقيري يقول يا دكتور مش كنت قلت الكلام ده في الوقت ده لأنه هيبقى معروف موجه لمن بالضبط مع الاعتراف بأن كلامك صحيح جدا ولكن كانه يجب عليك ان تحترس من الفتنة ومشعليها مثل الباذ وغيره على حد قوله يعني وأما عن السير مجدي عقوب حافظه الله ورعا لأطفالنا وأكثر الله من أمثاله حافظه الله شخصية الجميع يعشقها ولا أحد منا يلتفت لديانته وهو بشخصه فقط القلب يعشقه ملاك الرحمة فخر لكل المصريين هرم عظيم ربنا يديه الصحة ده الكلام اللي الإسلاميين خايفين منه ده اللي بيخافوا منه واحد اسمه حسان علاء قال ما عليش يا عبدو أنا آسف بقرة كما كتب مرة تانية خليك في احتياجات السباية وابعد عنه وأنا غطيت كلام لأنه ما يصحش هحطه في برنامج زي كده محترم السير مجدي عقوب اللي عايز يشوف يرجع لصفحة الشيخ عبد الله وهو حاطت لك الكلام ده بعد كده وسامة الشيخ عبد الله الدكتور مجدي عقوب ملاك الرحمة ندعو من الله أن يتقبل عمل وأعتقد أن حكم ربنا هو علاقة بينه وبين ربه لا حكم لنا عليها ولكن ما نراه من عمل عظيم يجب أن يكون محل الشكر وثناء وفخر بأن يكون هناك رجل مصري بهذا القلب المملوء المليء بالرحمة سمر مع احترام لحضرتك يا عبد الله البوست توقيت خاطئ جدا مع وقت فرحة المسلم والمسيحي بتكريم عالم مصري كبير برضو دول فهمه خطأ طيب خليني أروح لك لناس تانية أصعب ناس فهمت كلامك على الدكتور مجدي بس قالوا لك خزلتنا لما تراجعت أنت أنت قلت الكلمة على الدكتور بس كانت تصدح بالحق تظل كما أنت عليه وحوريك من اللي ورطك أكثر بص معايا كده أسامة بيقول لك عن عائشة قالت قال رسول الله من التمس رضى الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه ومن التمس رضى الناس بصخط الله صخط الله عليه وأصخط عليه الناس ياريت فضلت على موقفك بس فضلت الشهرة على كلمة الحق وفي الآخر لها الطول لا دا ولا دا ياريت فضلت على موقفك هو الأستاذ دا أسامة صحفي برضو بيقول لك غيرت موقفك ليه وما كنتش على جد كلمتك اللي صدحت بيها ليه يا ريت لو ثبتت على كلامك ده كلامه ده رأي الأستاذ أسامة يعني رسالة الشيخ عبد الله وصلت للمسلمين بتنكرها ليه يا شيخ عبد الله بتنكرها ليه دلوقتي لما كتر الناس اللي هم وجفوا ضدك خليني أقول لك ما أكثر من ذلك عمر عبد الرحمن المقصود من كلام حضرتك في التوقيت ده هو الدكتور مجدي عقوب وهذا لا يضرك بشيء حضرتك تكلمت عنه بإنصاف وأدب وقلت ما يمليه عليك ضميرك واستشهدت بقول الله فلا يضرك خايف ليه بيقول لك خليك شجاع منال جنادي بتقوله الخطأ من عندك من عند حضرتك لأن حضرتك اخترت هذا التوقيت للكلام والناس كلها فهمت أنه كلامك كان من دكتور عن دكتور مجدي عقوب وما كنتش متضايق بالعكس البوست كان جايب لايكات وشير بس لما بيجا في جريدة ضايقت في شيء اسمه الحكمة إنك تختار تقول إيه لمين وإمتى وإزاي ما تفعله يا دكتور هو إيقاظ الفتنة ولو عند حضرتك شيء من المسؤولية كنت هتعرف تقولي الكلام ده إمتى حتى حتى لا يحدث ما يحدث من تطاول على شخص كل شخص على الثاني والسبب بوست حضرتك محمد بيقول طبي يا شيخ عبد الله أنت ليه خايف تشخصنها في مجدي عقوب ذاته ما تقول إنك قاصد بالكلام مجدي عقوب لأنه كلامك على حسب معتقدك ومعتقدك ومعتقدي ينطلق على الدكتور مجدي عقوب بالحرف بيقولك خايف ليه أما سيد مرسي بيقولك أنت عارف أنت بتقول إيه ونيتك إيه أصلح الله من شأنك الله يعينك يا مولانا وكل الاحترام والتقدير للدكتور الداهية مجدي عقوب ونضع الله أن يهديه لدين الإسلام أروح لي بسرعة إيهاب بيقول يوم الحساب هو حاطط البوست ده مش بتاعه ده بتاعه هعلق عليه بعد شوية يوم الحساب حين يطلعك علام الغيوب على نيتك وعلى ما فهم من كلامك عندها ستقول الصواب والحق ولن تستطيع أن تخفي ما وراء كلامك وتقول الله وتقول على الله وعنده الحق الديان تلتقي وعند الحق الديان تلتقي الخصوم بس ما تقولش ما قلتش ومش أصدي محمود طليبة مش فاهم أنت زعلان ليه حتى لو أنك ما ذكرتش الدكتور يعقوب فكلامك في كلامك ولكن كلامك صحيح والأولى أنك تعترف بي دكتور مجد لا غبار عليه ولكنه في النهاية زي ما قالوا في التغريدة ولو في كلام غير ده ياريت تقول هنا خليني أقدم من ورط الدكتور عبدالله رجدي أكثر ورطه نروح لصفحة الشيخ حاتم الحويني هو بنفسه راح وضع الصورة دي وأنا مصورة من صفحته وهي لسه موجودة عنده وجايب اسمك بالنص وبيقول كلامك صح عن الدكتور مجدي عقوب هنشوف وهل دينفع يكون صح في ابن الشيخ أبو الحويني هادي اسمه حاتم حاتم الحويني صدق وأجاد عبدالله رجدي حين نقل حكم الله في هذا وهذا لا يختلف عليه أي مسلم لأن الأدلة القطعية الثبوت تثبت أن الله حرم الجنة على الكافرين فلو مات دكتور مجدي عقوب على كفره بالله لن يدخل الجنة بنص كتاب الله بيقول لك هنا ايه صدقة وأجادة الشيخ حاتم فيهم كلامك راح واحد مسلم في صفحته سأله اسمه أحمد عرابي مصطفى بيقول للشيخ حاتم يعني حضرتك صرحت بالكلام اللي صفحة الدستور نشرته يا مولانا ولا تم تدليسه عليك أجاب تم تدليسه لأني ذكرت أنه لو مات وهو حي يرزق وقد يهديه الله للإسلام وهي موجودة لو مات دكتور مجدي عقوب على كفره بالله فلن يدخل الجنة بنص كتابه يعني مش التدليس في أنه الشيخ عبد الله رشدي قال لا شالوا الحتة الأخيرة يعني لم ينفي قصدك أنك قاصد الدكتور مجدي عقوب وحط اسمك بإذاته مجدي عقوب وبيقول لك كلامك صح ليه غيرت وليه خفت الدكتور مجدي عقوب أنا قلت اسم آخر خليني أدي لك باقي المسلمين اللي قالوا لك دي مناورة وأنت ما كنتش أدها وأخلص بعد كده رشا بتقول لك رشا زياد كلامك واضح وضوح الشمس أنك بترد على سؤال دخول الجنة أم النار بس أنت عشان ما عندكش الجراءة وخايف السوشيال ميديا تتقلب عليك بتحور ودي مش أول مرة تثير الجدل شكلك الربط سناء ربيع لا هو أنت لما لجيت الدنيا زاتت قلت قد تطلع تقول البقين دول ولا هم ليه ما تقلوش غير دلوقتي يا تكون على قد كلامك يا ما تكلمش عن ربنا علشان الكلام عن ربنا عايز رجالة بتقول الحق ما بتخفش من اللي بتقوله واحد اسمه طارق ونين بيقولك لك لكيت للمرة الألف ممارستك للتقية الكذب الحلال في هذا البوست تفرحني كثيرا وتؤكد أن شمس حرية الاعتقاد وانهيار الكهنوت الديني ستشرق قريبا الملايين متأكدين أنك كنت تقصد تحديدا الدكتور العظيم مجد يعقوب ولكنك بسبب الهجوم الشديد والغير متوقع من الآلاف تتراجع الآن وتعمل فيها أنا آسف قطة هنا محمد الخطيب بيقول ما أنت أصلا ما تقدرش تتطرق لدكتور مجد يعقوب بالاسم لأن لا مقارنة وأنا غطيت هنا بعض الكلام ده أنت بس أشرت إشارة يبني والناس أصحاب الضمير عملوا معاك أحلى قلاشة مش عارب قلاشة دي لازم أسأل عنها أنت بس حباب تجس النبض ولما لجيت نفسك أصغر من اللي فراسك عملت تراجع واش معنى اخترت التوقيت ده علشان تقول كده بيقول لك أنا آسف يعني بيقول لك يا عبدو أنت أصغر مما تتخيل ملكش وزن يعني خليك في الاحتياجات وبلاش تحط نفسك في مواقف بايخة على فكرة الأزهر مش قادم بدوي بيقول لك أنت نشرت كلامك مرفق مع صورة للدكتور ده في الرد بعدين أحمد بيقول طب من أنت طب من أنت تقصد مجد يعقوب وكلنا عارفين وانت عارف أنه كلنا عارفين أي موضوع الاحتياجات بقى دي الاحتياجات تكررت كذا مرة في كذا بوست خليك في الاحتياجات الاحتياجات يقصد السبايا واحدة بتقول له عفوا منك يا دكتور هو أخذ رهينة على السبية رهينة حرب أصلا ليش يجامعها ليش الهدف المفروض تنسجن زيها زي الراجل راح قال لها لا دي إنسان ولها احتياجات يعني هل السبية احتياجاتها تدبع برضو ويستبر رحمها لكي ما يمارس معها الجنس الشخص آخر ناس تاني قالوا لك بط الحقد في صفحتك ياسر مرس المصري دعني أرى دينك في تعاملاتك لا في خانة الديانة بالبطاقة الشخصية لديك وصلت أيها الحقود الجاحد لأفعال الخير عند الله صلاح جوهر مجدي عقوب قدم خيرات ومساعدات كثيرة للبشرية والمرضى ماذا قدمت أنت سواسي والكلام اتق الله وتخلص من ذلك الحقد الأسود وإلا لماذا اخترت هذا الوقت بالذات للتحدث عن دكتور مجدي عقوب دكتور مجدي عقوب قبل أن تولد أنت كان أكبر جراح في القلب في أوروبا والعالم بأسره وكان الطبيب الخاص للملكة بريطانيا أم كريم كلامك دلوقتي بالذات معناها غل وحقد للغير ومين نصبك تقول مين يدخل الجنة ولا النار انت مين انت مين انت بتعمل فتنة مالهاش لازمة انت بتعمل ايه غير الكلام وكل شوية تعمل شو أما ما يعني لفت نظري هو حاتم الجمال بيقول هو فيه ايه بجد وجاي بكلام الشيخ عبد الله لا يقبل لا يقبل الله يوم القيام عامل الصالح مع المعتقد الفاسد وجاي بكلام ليه شهاب بيقول ايه شهاب أحمد لو عبد الله رجدي هيخش الجنة ومجدي عقوب بالنار أنا مش عاوز الجنة وبعدين انت قبل ما تتخنقوا حيدخل الجنة ولا لا اسألوه تعاوز تدخل الجنة دي واش رحوله ايه في الجنة يمكن هو من نفسه يقول لا مش عاوز احنا كمسيحي انا كمسيحي يعني نرفض هذه الجنة تماما عندنا أحلى منها ملكوت إلهي مقدس يعني في محضر القدس بس فيه سؤال سألوا للشيخ عبد الله قاسم بالظهر وانا اعتقد اني مش حكدر اخذ المداخلات انا بعتبره يقسم الظهر تماما بتقول له حضرتك متأكد انك هتدخل الجنة يعني انت قاعد تقول ده هيدخل الجنة وده لا ولا انت متأكد انك من اهل الجنة ده سؤال قاسم للظهر صحيح لا يستطيع الشيخ عبد الله ولا غيره يقول انا داخل نعم محمد علي يقول يعني انت جاي في الوقت ده تحديدا وتتكلم في الموضوع ده ما هي مستحيل تتفهم غير كده وبعدين هو وانت معاكم مفاتيح الجنة مين ضامن نفسه حتى او مقضيها ليل ونهار سجود يعني ايمان بتقول له واحنا ما لنا هو هيدخل الجنة ولا النار ربنا هو اللي بيحاسب اذا كنا احنا نفسنا كمسلمين مش عارفين هندخل هندخل ايه دعوا الخلق للخالق وهنا في بوست الناس كانوا عملوه للشيخ عبد الله رجدي لما رحل الرئيس الاسبق مبارك مبارك داخل ايه مبارك داخل في الجنة ولا النار ما تخبش علينا يا عم شوف لي خالتي عندك كده مبارك جنة ولا نار يا عم انت بتعمل فينا كده ليه الى آخره في هذا الاطار اضطر دار الافتاء انه يصحح الاخطاء بتاعة الشيخ عبد الله رجدي فكتب هذا الكلام من دار الافتاء المصرية لا شك انما حصله السير مجد يعقوب من علم ومعرفة وخبرة ازهلة العالم كانت نتيجة لجهود مضنية وشاقة قد وضعها كلها مسخرة في خدمة وطنه وشعبه ولم ينظر يوما ما الى دين من يعالج وينقذ من الموت بل بعين الشفقة والرحمة والانسانية التي امتلأ بها قلبه وقد تعودنا من مثيري الشغب تعودته انتم عارفين يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين حين وآخر ان يخرج علينا احدهم بتصريح فج او اغنية هابطة يعني حطوا التصريح بتاعه مع الاغنية الهابطة او كلام يصبوا منه الى اثارة انتباه الجماهير عارفين فهمين كويس وزيادة عدد من المتابعين وحصد اكبر قدر من اللايكات التي سرعان ما تتحول الى اموال وارصد تغني اصحابها على حساب انحطاط على حساب انحطاط الزوق العام والاخلاق ومن الطبيعي بالنسبة للمصريين بما حباهم الله من فطرة نقية ان يتوجه الى الله بالشفاء والرحمة والجنة للدكتور مجد يعقوب صاحب السعادة لانه في قلوب المصريين يستحق كل خير والجنة هي اكبر خير ينال الانسان دعاء فطر بعيد عن الصفسطة والجدل والمكايدة الطائفية دعاء نابع من القلب الى الرب بان يضع هذا الانسان في اعلى مكان يستحقها يستحقها فاذا باهل الفتن ومسري الشغب ومحبي الظهور وجامعي اللايكات والشير يدخلون على الخط ودون ان يسألهم احد فيتكلموا بحديث الفتن عن مصير الدكتور مجد يعقوب وكأن الله تعالى وكلهم بمصائر خلقه وعطاهم حق يدخل هذا الجنة وزاكى النار شوف الحنكة يعني هما مختلفوش عن الشيخ عبدالله رجدي بس هو قال باسلوب فج هما قالوا باسلوب كويس ايه يعني يعني بيطلبوله الجنة ما هو بدعاء فطري بسيط ما هو مش ممكن عالم مصري في بره بيتكرم ويتحان في بلده انت جبرتهم على كده بيصححوا البلبلة مع انهم قالوا نفس الكلام بس باحترافية وكلام مش سهل تلاحظه بس بيقولوا ايه يتوجهوا إلى الله بالشفاء والرحمة والجنة دعاء فطري فربنا لو استعجاب هذا الدعاء الفطري يبقى حيهدي للإسلام ويدخل الجنة يعني ده كلام يتقال بس بصورة أرقى شوية طالما احنا في الافتاء في دار الافتاء انا قرأت هذا الخبر مفتد جمهورية للسفيري للأسباني دار الافتاء انشأت اول مرصد من نوعه للرصد وتفكيك الفكر المتطرف اشادت به الأمم المتحدة حابب اقول للأزهر في الآونة الأخيرة تخرج من أزهاركم مكفرون محكم عليهم بأحكام إرهابية منهم من هارب ومنهم من هو لسه موجود دليل حزفه بقى لأمور أخرى انا آسف مش حقدر ااخد حد دلوقتي فسامحوني دليل حزف الشيخة عبد الله لكتابات سابقة كتبها من قبل وفيديوهات فيها عبارات هو دلوقتي بيحاول ليغير الموقف بتاعه هو عمل كده قبل كده خليني أشوف هنا هذا بوست للشيخ عبد الله رجدي لو استطعنا أن نضع عبد الله رجدي في خانة المبغض لبلاده خليني أكبر لكم كده أحسن لو استطعنا يعني فيه ناس بيقولوا ده احنا لو استطعنا أن نضع عبد الله رجدي في خانة المبغض لبلاده والمتآمر على جيش بلده أي لا هيحصل سنستطيع استعداء القوى المدنية والجهات السيادية عليه إحنا عايزين الجهات السيادية تحط عليه فإحنا لازم نعمل حاجة نعمل إيه بقى وبالتالي ليه الهدف بتاع الناس دول سيقومون بإزاحته وسنستريح من إزعاجه لنا ووقوفه أمام مشروعنا التخريبي للتراث الإسلامي شوف هنا الشيخ عبد الله بيحط نفسه وبيقيم نفسه أنا حامي هذا التراث الإسلامي مش الأزهر مش شيوخ مش السلفيين ولا حد أنا بس حامي حما هذا التراث الإسلامي ففي ناس عايزة تلعب في التراث الإسلامي فعايزين يشيلوا الشيخ عبد الله رجزي فبيلفقوا لأي كلام إيه العلاقة مع الجيش سنأتي طيب عملوا إيه بقى فرح الشيخ عبد الله يتودد للجيش أقول أما جيشنا فتاج فوق رؤوسنا ولا يزايدن أحد على ذلك وأما بلادنا فترابها عندنا أغلى من الزهب وأما شهدائنا فنحتسبهم عند الله في الجنان وأما الدواعش وأحلافهم وكل من استباح قتال جيشنا ومعاداته فله الثبور والهلاك تفتكروا ليه الشيخ عبد الله رجزي عمل كده ليه بيتودد للجيش علشان قال كلام مصيبة وحازفه دلوقتي بس موجود حط البوست ده قبل كده قادي الشيخ عبد الله رجزي الجيش الذي انتصر في أكتوبر لم يكن فيه مخنثون يعني دلوقتي الجيش فيه مخنثون يبغضون أوطانهم فالجيش بتاعكم دلوقتي فيه ناس بتبغض أوطانها وجيوشهم ويمجدون الصهاينة ويقدسون المحتل ويبررون أفعاله على صفحات فيسبوك وغيره كان ولازال رجالا من طراز فريد وطني مؤمن ده كلام قال الشيخ عبد الله رجزي على الجيش نكمل الجيش الذي سيجعل لسه مش دلوقتي انتم ما فيكم شي كده في المستقبل اليهودي مختبئا وراء الحجر والشجر لن يكون فيه متصهينون يعني انتم جيشكم فيه كده سيكون في المستقبل وليس الآن فيه رجال يجبون الموت كما يجب المتصهينون يحب يحبون الموت كما يحب المتصهينون الحياة الناس الفهمة يتحب الحياة الجيش الذي سيفتح وليس الآن انتم ما فيكمش القسطنطينية مرة أخرى في آخر الزمان بعدما فتح السلطان المعظم الفاتح رحمه الله لن يكون فيه أولئك السلبيون الذين يقولون لا علاقة لنا بشأن غيرنا من العرب والمسلمين كل بلد يواجه مصيرها بنفسها فلن نقاتل نياب عن أحد أؤكد لكم لن يكون فيه هذه النمازج المنهزمة المبغضى للوحدة والتعاون بين العرب والمسلمين فلما لقى الشيخ عبد الله أنه التيار أعلى منه وأنه الناس هاجمته إزاي أنت بتقول على الجيش كده راح عايز يحبك الموضوع أنا ما قلتش أنا بمجد الجيش هو ده فيه ناس عايزة تشلني عشان أنا حامي حما هذا التراث لا تقول لي سلفيين ولا تقول لي أزهر أنا بس عايزين يشلوني فرحوا لفقوا لي الكلام ده فرح حط ده لو استطعنا أن نضع عبد الله رجدي في خانة المبغض ده كلامه ألف الموضوع ده لكن في ساعته الدليل أنه في ناس رفعت عليه قضية هذه مؤسسة الإبداع الإعلامي وتنمية المجتمع تنمية المجتمع عبد الله رجدي تطاول على الجيش وقادته قائلا الجيش الذي انتصر في أكتوبر لم يكن فيه مخنسون أيضا الموجز ورد فيه كتب ضياء السقة تقدم سمير صبر المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الداعية عبد الله رشدي لأهانة القوات المسلحة يعني المحامي الأستاذ صبر قصده برضو هدم التراث وعلشان كده لازم يحبس حام التراث علشان يفضلوا الجو كيف يقبل الأزهر هذا الكلام وغيرهم من السلفيين هذا المنطق الأعوج يعني هو الوحد حامي هذا التراث بس مش عارف أي تراث تراث الأشاعرة ولا تراث السلفيين إزاي بتكلم كده باسم الإسلام يعني هو الوحد حامي هذا التراث أيضا من تكلم في هذا الأمر سحر الجعارة تتقدم ببلاغ لوزير الأوقاف من يحمي عبد الله رجدي الجعارة طالبت بأحالة عبد الله رجدي للمحاكمة العسكرية ولم يتحقق معه أنت بتكرر نفسك بتتراجع لما يعني دلوقت أنت بتتراجع عن سبك للجيش المصري ودلوقت بتتراجع بعد ما كتبت اللي عاوز تكتبه الناس فهمت رسالتك رسالة الكراهية وعملت بلبلة عملت البلبلة اللي أنت عاوزها وبعد كده بكل بساطة تطلع وتقول ده في ناس عندها هلوسة اللي فهموا كلامك عن الدكتور مجد يعقوب دون ناس في صفحتك مش ناس بره حتى اللي رفعوا عليه قضية بسبب سبوا أهانته للجيش المصري طلع قصدهم الشيلو عشان التراث الإسلامي فيخلوا لهم الجو فلازم يحبسوا حامي هذا التراث كفاية الدم يا شيخ عبدالله رجدي أنت بتتكلم وتكفر والمسيحيون هم من يدفعون الثمن وسؤالي بقى ليه شلت كلامك عن الجيش لما أنت بتصدح بالحق ألم يكن حقا ليه خفت ليه شلت طالما أنت شلت معناه أنت تراجعت غيرت كلامك عرفت أن الغلط فحاولت كمان مش بتعترف الغريبة لا أنت بتنسج يعني أشياء أخرى ليس لها علاقة لو أنت المتضرر بالكلام بتاع التكفير ده وغيره والكراهية يعني كنت حتخلي بالك وما تتكلمش لا عن المسيحيين بهذا الكلام ولا عن الجيش حتى حتى الجيش آه حتى الجيش وأنا عايزك تسمعوا كلام واحد عن الجيش المصري كيف يدافع عن الجيش المصري هو مش مصري أنا عايز فيديو رقم سبعة لو سمحته مش ستة هو مش مصري وشايفه فاهم الجو وبتكلم عن الجيش المصري في مقابل أنه واحد زي الشيخ عبدالله رشدي بهين ويحتقل شيخ بلده جيش بلده خلينا نشوف فيديو رقم سبعة لو سمحته ونرجع مرة أخرى من الأسلوب هذا اللي بدأ برضو قبل أسابيع للتحريض على الجيش المصري ننكر هذا ونستنكر ونأيه ونغضب منه ومن يفعله ليش التحريض على الجيش قال لك الجيش خاين خاين إيه يا خاين أنت عقلك خاين خاين وين الجيش وكتيش خانك الجيش المصري وهو لا الأنصار خاين وين خانك يا حبيب قال كلام فارغ اتركونه من هذا الصبيانيات وهذا أمه مش عارف وهذا ستة مش عارف وهذا جزء أخته بالا كلام فارغ هذا ولده نسم هذه الدول لا تقعد بهذا المنطق الولداني الصبياني عب ولذلك هذا الجيش لابد أن يفكك أيضا لابد أن يضرب وين الأداء الله أكبر الإسلاميون ما شاء الله عليهم إذا بحق تلكلو في الجيش كفار جيش ملعون لعانة الله على الظالمين ماذا تريد تماما كما تريد داعش ونسمع قبيل أيام يسير أيها الإخوة أن هذا الجيش هذا الجيش جيش مصر هؤلاء الذين يصلون ويصمون معظم الشباب في الجيش المصري مسلمون يصلون وليس كذلك الذين قتلوا وذبحوا قبل بضع سنين أيها الإخوة في سنة كانوا صائمين أعدوا أمامهم المساكين رحمة الله على أرواحهم أعدوا أمامهم طعام إفطارهم ذبحوا قبل أن يتناولوا شيئا من إفطارهم باسم الإسلام والله أكبر وكبر على ذبحهم كفر طب كيف صائمون كيف مصلون كيف كفر ما الذي يحصل لنا ما هذا العبث كله بديننا وبوعينا الديني بوجداننا الديني أيها الإخوة الروحي أقول لكم قبيل أيام إذا بهذا الجيش هو جيش فرعون وهامان جيش فرعون وهامان مش كجيش فرعون لم نسمع حرف الكاف أيها الإخوة لم نسمع كلمة مثل مثل جيش فرعان لا لم نسمعها هو جيش فرعون وهامان علشان تفعل هذه الحيل المفضوحة طبعا المكشوفة فعلها في نفوس الناس المغفلين وما أكثر مغفلين في هذه الأمة ولكن مشكلة من أين من هذا اللعب من هذا الاستنزاف أيها الإخوة لوعيهم من هذا التزييف لإدراكهم لفهومهم شيء غريب لصالح من هذا لصالح من من المشتفيد من هذا مرددون وقتلوا فجروا دمر والله أكبر الحمد لله اللهم صل على محمد الحمد لله لا حمد الله لكم عاقبا أراح الله الأمة منكم حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم وعلى من خرج هذه العقول وركبها في أدمغتكم الناتنا العفنا أنتم مجرد عفا في هذه الأمة سرطان يسبح في جسد هذه الأمة دمرتم هنا دمرتم كل شيء فينا دمرتم ديننا وإسلامنا قال لكم مرتدون الجيش المرتد شيء لا يكاد أصدق يا أخواني شيء لا يكاد أصدق غريب هذا الرجل ليس مصري وهيتكلم عن الجيش المصري بكل قوة أنت يعني تتجرأ وتتكلم عن الجيش المصري شوف بالرغم أننا كمسيحين لدينا موقف مع الجيش في حادثة مسبيرو التي لم يتم فيها تحقيق حتى الآن وكمان بالرغم أن يعني عندنا شباب مسيحي في الجيش يوجد بعضهم مقتولا في سكناته العسكرية بأفكار متطرفة من ناس بتتهم ولادنا بأن عقيدتهم فاسدة وبتخلصوا منهم وهذه أيضا لم يتم فيها تحقيقا عادلا حتى الآن ولكن رغم هذه المواقف الصعبة إلا أن الجيش يظل جيش الوطن وأي مواطن وطني في أي دولة في العالم بيعتبر أي جندي في الجيش حتى الجندي المستجد بالمناسبة اللي لسه عمره يوم واحد فقط يجب أن يحترم لأنك بتنام وهو على الحدود بيحرسك بيفديك فأي جندي فيهم تقبل أقدامه وفي بلاد برة لما يجوا الناس في المطار يركبوا الطيارة فلو فيه جندي عمره يوم واحد بس لابس نفس الجيش يركب أول واحد الطيارة مع بتوع الدرجة الأولى حتى لو كان الكرسي بتاعه آخر الطيارة الجيش فأي بلد له احترامه الخاص وكلامك ده لم نسمعه إلا من الإخوان اللي بيمجدوا الأتراك وهدفهم الأسادي الأساسي تخريب الجيش والشرطة واللي آسف يا مصر يعني بس قالوها توظف مصر حتى الكلمة اللي استخدموها كلمة تركية عثمانية لأن كلمة طوز بالتركي يعني ملح ومع أن الملح لو قيمة بس الأتراك بس سلطمانه يعني شيء رخيص فمصر بالنسبة للأخوان رخيصة أي حد يحكمها ماليزي تركي قالوها صراحة فأنت زي أهنت جيش مصر بهذه الألفاظ غير المهذبة وكل رجال مصر دخلوا الجيش فهي إهانة مركبة وده لازم يتم ربطه بتويتا عندك بتمجد فيها هؤلاء المحتلين الأتراك على حساب عذاب وألم الشعب المصري فكتبت التويتا دي يا شيخ عبدالله رجد شيخ عبدالله رضي الله عن سادتي بني عثمان صلاطين الدولة العثمانية العالية التي دوخ صلاطينها الإفرنج والصهاينة هذا أسلوب الإخوان فقط وليس هناك حر واحد يحب وطنه يمدح ويسيد المحتلين ويقول لهم سادتي كيف قلتها؟ كيف أراضيتها؟ فأين الوطن؟ وهل يعني علشان كده ما كانش فارق معاك وطن ولا جيش؟ بعدين الحقيقة هم دوخوا العرب والمسلمين ووضعوا أنوفهم في التراب يكفي أنهم احتلوا بلاد كل حكامها مسلمون كيف تقبل مسلم يغزو الدولة يحكمها حاكم مسلم؟ المهرج وجدي غنيم المتأترك بيقول لك إعادة فتح لا يمكن تجد مسيحي يمجد الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي على أساس أنهم مسيحيين زينا أبدا المحتل يخرج فهذه بلادنا لا إنجليز ولا أتراك والحر بس هو اللي يقدر ويقدر يقول كده اللي عارف قيمة الوطن إنما اللي بيهاجم جيش بلده ويمدح في المحتلين ويسيدهم يبقى إيه؟ أسيبها للمشاهد بس الإخوان كده وتعالى أسمعك إخواني في تركيا مصري بس زيكم بالزبط نشوف فيديو رقم 8 ونرجع بسرعة في أي لحظة ممكن تندلع الحرب فماذا سيحدث ومن سينتصر يعني إذا شخص ما قعد يقارن بين قوة الجيش التركي وميليشيات السيسي فعرف الرجل ده إما جاهل أو عبيت وهبل لو شخص قعد يقول لك عمل فيديو مثلا يقول لك إيه الجيش السيسي عنده كم دبابة أو الجيش التركي عنده كم دبابة لا تكمل الفيديو لأن هذا إما أنه ما بيفهم شيء أو عبيت وهبل هذا كلام الإخوان أنه بيتكلم ويقارن بين جيش بلده وأي جيش آخر ويحقر من جيش بلده بهذه الطريقة هذا الكلام لم نسمعه إلا من الإخوان فقط عاوز أروح لتويتة تانية عند حضرتك يا شيخ عبد الله قلت بعضهم فاشل في مجاله فيتجه لسبوبة تجديد الخطاب الديني من أجل أن ينقذ سمعته فيحط عليه العلماء فيفشل تارة أخرى فيه ناس يعني بيقول بيتجه لسبوبة الإعلام عفوا تجديد الخطاب نعم فلما يعني مفاشل في مجاله فيحط عليه العلماء فيفشل تارة أخرى أنت بتتكلم عن الخطاب الديني يا شيخ عبد الله رجدي أنا عايز أوريك تويتة وأذكرك بيها أنت شلتها بس موجودة بصوا معايا كده يا أخوة واحدة اسمها علياء جات بتكتب للشيخ عبد الله على تويتر بتقول له أنت تبدو مثلي فعلا مثلي آسف يعني كلمتي شاز يعني أنت شاز ولا أقول ذلك لإهانتك بالعكس هي مجاملة لأن لهم طريقة مميزة في اللبس والتصرفات قبل ما أقول الشيخ عبد الله رد بإيه أنا بقول أنه هي استفزت وغلطانة الكلام اللي هي قالته غلط بكل المقاييس غلط لكن بكل المقاييس هناك مليون رد يتفق ويتناسب مع شيخ أزهري بيطلع عن منبر وبيخطب للناس وبيتكلم عن الفضيلة وبيعلم الناس الفضيلة أنت دلوقتي في منبر عام أنت مش في غرفة لوحدك أنت في منبر عام تفتكروا الشيخ عبد الله رشدي رد عليها بإيه ستصدموا صدقوني ستصعقوا من أن هذا الرجل يعني أنت عندك عندك مقولة إن بليتم فاستتروا كده على الملأ قدام الناس يا رجل هي مخطئة فكما ممكن تقول لها مثلا هذا الكلام لا يليق لا أسمح لك بهذا الكلام أنت غلطانة أي شيء خلينا نشوف الشيخ عبد الله رد بإيه أنت تبدو مثلي فعلا ولا أقول ذلك لأهانتك بالعكس هي مجاملة لأن لهم طريقة مميزة في اللبس والتصرفات آدي رد الشيخ عبد الله رجدي تعالي وعرفي ذلك بنفسك وأعدك أن أجاملك للصباح طبعا أنت هنا مش مفروض يكون عندك هلوسة وتجراها وجامعك تبقى أنت مهلوس بعدين الشيخ الوقور بيقول لها تعالي تيجي فين يا شيخي اللي بتطلع على المنبر وتعلم عن الفضيلة بتقول لوحدة ست استفزتك وقالت عليك كلام خطأ بتقول لها أنا آسف لكل السيدات وآسف لك تعالي ويعرفي ذلك بنفسك تيجي فين تيجي فين يا شيخ عبد الله هل ده كلام هلوسة الناس مفروض ما تفهمهوش واللي يفهمه كده يبقى بيهلوس دايما بتغير كلامك ما عندكش الشجاعة يا شيخ عبد الله إنك تقف على كلامك ده كلامك بتقول لها تعالي ويعرفي تيجيك فين وتعرف إيه تعرفي ذلك بنفسك وقاعدك أن أجاملك للصبح للصباح بس أنا حبيت أحطي لك حتة أنت نسيت تحطها أحطها لك أهيه دي من عندي الأزهر قادم عشان بتوع الأزهر يعرفوا الأزهري اللي جاعد على الانترنت بيكتب إيه للبنات بيكتب إيه للناس وإزاي في كل مرة بيحاول يلون نفسه ويحاول يطلع نفسه عن الموضوع مرة أهو مرة مع الجيش مرة مع الدكتور مجدي عقوب في كل مرة بتحاول أنك تقول أنا بريء أنا كويس أنا ما عملتش ده إيه يا شيخ عبد الله هل بتوع الأزهر ممكن يكون عندهم وقفة جادة مع الشيخ عبد الله رشدي بناء على هذه الجملة فقط بتطلعوا على المنبر الرجل يخطب للناس ويعلم أهو بيعلم الناس بدل ما يقول الست دي الأخت دي يا عيب الكلام ده لا يليق لا ينبغي يقول لا لا تعالي ويعرفي بنفسك وانا هجاملك للصبح كلام فاضح يندله الجبين لا يليق من شيخ بتكلم عن الوقار وعن اللبس وعن احتشام وعن الحجاب يا رجل بتتكلم عن الحجاب بتتكلم عن الحجاب يا شيخ عبد الله وبتقول انت الكلام ده الوحدة ست صحيح اللي اختشوا ماتوا يبقى لدي آخر جزئية وجدتها لشخص وبعد كده لو حد عاوز يعمل مداخلة اسمه نادر حلاوة أنا بحيي أستاذ نادر حلاوة دعا صفحته هو الأخ نادر وجدته قال كلام حلو كلام مفروض أي مسيح وأي مسلم يقرأ ويشوف وينتبه وهو كلام يتناسب مع السياق اللي احنا فيه بحيي الأستاذ نادر حلاوة مع ان احنا ما نعرفش بعض يعني لكن هو مسلم وجدت عنده كلام حلو اتعلم منه ما عنديش مشكلة نا ماذا قال نادر حلاوة الأستاذ الرائع كتب زاد حبي لوطني فكرهت من ليس من وطني زاد حبي لديني فكرهت من ليس على ديني زاد حبي لطائفتي فكرهت من ليس من طائفتي هو ليس حبا ذاك الذي تولد منه الكراهية ففضيلة الحب لا تنبت رزيلة الكراهية بل الكراهية هي من تلد الكراهية صحيح والتعصب الذي لا يتغزى إلا على الكراهية تحية لك يا أستاذ نادر كلام دهب فعلا و كلنا نتعلم من الكلام الرائع هذا ربي باركك إلى حد ما أنا لسه عندي كان فيديو مهم جدا للشيخ مبروك عطية كان مفروض نسمعه فما عارف كم تبقى لنا من الوقت ثلاث دقائق لا تكفينا للأسف لأن الفيديو طويل نعم طيب خليني بس أنا أخذ مداخلة وحدة بيتهيئ اللي مش هناخد أكتر من كده بديع من كندا ألو ألو مرحبا مساء الخير مساء النور أهلا بيك أخذ الأخت وأخ وحيد أهلا بيك خضر أنا أسف أخ وحيد ما عندي مداخلة بالموضوع بس أرجوك أرجوك إذا صار عندك مجال تتصل بي بأسئلة شوية طيب ممكن تترك رقم تليفونك ما تكفي للهاتف نعم نعم أنا مثل ما قبل سنة تتصلت بي حضرتك وسألت لك أسئلة وجاوبت إذا يعني أترجاك إذا صار عندك حاضر بكل سرور أترك رقم تليفونك وسأوضر ممكن مرحب بيك ممنون جدا تعيش تعيش في أي شخص طيب كان فيه مداخلة بس هي لسه مش جاهزة خلينا نختم بس أنا يعني كان عندي سؤال على التويتل هي بتاعة الأخت والرد القبيح اللي رده الشيخ أنت بتقول هو الشيخ اللغاها ما موجود لغاها موجود عند الناس اللي احتفظوا بي أي يعني لغاها يعني هي مش موجودة عنده يعني يعني هو عارف هو كتب إيه طبعا يعني هو مش شيء ما يتفهمش لا لا مش شيء بريء طبعا لا مش شيء هذا كلام بريء نعم بس يعني أي حد يعني بيقرأ العبارة صحيح صحيح بس فيه أحيانا بعض المدافعين المتعصبين يقول لك أنتوا فهمين شفنا كذا دلوقت في موضوع مجدي عقود تدخلي صفحة الشيخ عبدالله رجدي تلاقي آلاف المسلمين اللي بيدافع عنه طبيعي لكن ما يلفت نظرك المسلم الواعي زي ما قال من شوية الدكتور عدنان ما أكثر المغيبين في هذه الأمة صحيح صحيح كلمة توديه كلمة تجيبه صحيح دول المغيبين لكن المسلمين الفهمين ما عرف يستغفلهم قالوا له لا أنت غلط توقيتك غلط ولا يجب أن تقول هذا الكلام وذلوقت إحنا بنشوف بغير كلام ده الموضوع بتاعي ما عندي مشكلة تقول الجنة للمسلمين فقط حقك لكن إنك ترمي كلام على الآخر نعم صحيح ده أنت هنا ما تشرح إسلام صحيح رقم واحد رقم اثنين كانت تكون ثابت على الحق طالما تصدح بالحق صحيح لكن تغير كلامك زي ما غيرت كلامك عن الجيش نعم يبقى أنت دي تكرار نعم طبيعة عندك لا الواحد يكون شجاع قلت كلاما ابقى عليه نعم ومن حقك أن تقول الجنة بتاعتنا لنا المسلمين نعم أنا عن نفسي لا أجد أي حرج أنك تقول هذا الكلام نعم هذه أمور ثابتة في العقيدة نعم لا يوجد أحد يلعب فيها صحيح لكن أنت ما كنت لا يريد أن تقول كذا أنت كنت ترمي كلام على واحد كان مفروض الطبيعي مصري تقول أنا النهار ده بتشرب بتكريم واحد مصري عالم موجود بس فرق معك أنه مسيحي والكراهية والحق لا تخدم في هذا الاتجاه أنا آسف للإطالة كان لابد من توضيح هذه الحقائق شكرا لك وآسف شكرا لك شكرا لك وشكرا لكم مشاهدينا المسيح بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وبنعمة المسيح هنشوفكم في حلقة جديدة